أكد وزير الكهرباء محمود عصمت أن المتابعة الميدانية من رؤساء الشركات ضرورة حتمية لمعرفة الوقع الفعلي للشبكة وتحصين معدلات الأداء هذا ويواصل الوزير زيارات الميدانية لمواقع العمل حيث تفقد شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء على هامش زيارته إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بأسوان كما تفقد وزير الكهرباء مركز التحكم وطلب تقارير مقارنة حول معدلات الأعطال ونوعيتها والتكرارها خلال الفترة الماضية ونسبة الفاقد وعمل لجان الضبطية القضائية وذلك لمواجهة السرقات